وهو الفرق بين الرضا والطموح شعرة أنا قدمت استقلتي أول يوم لكن أنا عايزة أبقى إيه أنا مش عارف أنا عايزة تطلع الظابة يا ولدي رحت لسايكايترس أول حاجة الرجل قال لي أنت عندك شعور دائم بالزنب فواحد دخلين المستشفى جاي لي واحد قال لي ممكن تصور يا حضرة الظابط تنزل على رجبتك ولا إيه كنت متخيل أن أنت توصل الوضع اللي أنت فيه النهاردة بس بيني وبالنفسي طب هبقى وهكون وهبقى جامد مشوار الحياة عموما مهما طول هو قصير فما تضيعش وقت في سكة الغلط أنا أحشن يا بحفين أنا مش عارف الناس يعني بتشتاكل لي من غلاء الأسعار ضفنا النهاردة ضيف قرية بقوي القلبي مش عالشان معروفه كل الناس بتحبه لأ عشان شفته وعرفته أول ما بتاني هو هو نفس الشخصية صحيح أنه التطور جامد ونضق بس أهم حاجة أنه متغيرش والأهم متغرش صدق في نفسه بس ما صدقش نفسه أكرم حسني مسأل حي إن فعلاً ربنا لما بيحد حد بيحب فيه خل يا رب الحلقة تعجب أنا شادي شريف وده GROU TALKS أكرم حسن النوارد نورك أخبارك إيه زكا شادي كل صمام الحمد لله الحمد لله أنا عارف أن أنت في رمضان دو هت إيه قاعد مروع فأنت استفرد بيك كده وأنت راي الحق والله إلا ومجغول أنت أي وقت هتقولي يلا استفرد بيك يلا بيك ربنا يا خدي تعرف مع الزردك أنا عارف والله في حاجات أسئلة كده تلي بأسأله لك مش أسئلة بس هي بأستغيل الفرصة دي نتبقى رأي شخصي فيك يعني في ناس كده لما بتشوفهم عمتاً قلبك بتحسن قلبك بتصريح لهم على وشهم دائماً كده بتسامة هاي تحسناش مصطنعة تحسنها بتسامة رضا آه إزاي عندك حالة الرضا دي على طول آه دي نعمة آه الحمد لله الحمد لله هو أنت لما بتبقى عارف إن مفيش حاجة هتجيلك أكتر من اللي مكتوب لك ولما تبقى عارف إن في الآخر هي الدنيا مش مستهلة كل الصراعات والجري والزعل على الرزق أو على أي حاجة بتبقى عارف إن اللي جالك ده نصيبك واللي مجيش مكتوب يعني بالبساطة دي ومش بقول إنه ما بزعلش بس دايماً الزعل بيبقى لحظيه اللي هو زعل وعدة وأكيد طالما ده الله حصل يبقى ده اللي ربنا كان كاتبه ويبقى ده اللي أحسن وطول عمرك كده؟ نوع صغير ده من الأهل يعني بتعندك أخواتك؟ عندي أخ أكبر مني تلات سنين وأخت أصغر مني تلات سنين كلكم كده؟ بتفاوت بس الفكرة العامة أعتقد إنها جاء من أبويا ومي كده ونشهتنا أي حد زمان أي شاب أو طفل بتاعنا مثلاً شخصين جاء من أسرة بقلنا أسرة بسيطة جداً أبويا كان طراب وراجل موظف ما ضم يفوش ودائماً كان فيها الخناءة بتاعت هو كان نفسه حلم حياته بالنسبة لي أنه يخش دخامي عسكرية ألاقي حربية شرطة نيجي على القصة دي مفهوم مفهوم أشتمن علي وانا كان بالنسبة لي كتباه ربما متحن الهيئة اللي في الآخر ده ودائماً كان عندي تحس إن كده فيه خناءة دائماً بيني وبينه يقول لي الخناءة اللي هي بين الرضا والطموح أنا راضي بس بس عايز أكبر هو بالنسبة لي أنت مش راضي في الخناءة دائماً بين الرضا والطموح دي بمنك راضي طول عمرك إزاي بقى قادر تعمل توازن بين الحتة دي هو الفرق بين الرضا والطموح شعرة إن انت ممكن طموحك يبقى مشروع وتبقى عشان توصله بتعمل حاجات ومستسلم وراضي لخضاء ربنا وفيه اللي بيبقى مستسهل أو مستعجل الاستعجل ده ما بيجيبش حاجة وأنا طول عمري بقول إن ربنا بيدني الناس بشكل تراكمي يعني أنا مثلا قعدت كتير قوي أسعى مش شرط الساعة يبقى كمان ناحية الهدف اللي انت عايزه ممكن الساعة يبقى إنك بتتعامل مع اللي انت فيه دلوقتي يعني أنا نفس فكرة باباك كده أنا أبويا إحنا من أسرة متوسطة أبويا كان مهندس في شركة مصر التهيران وكان مدرب كورا أه كان مدرب في نادي الزمالك وكان لعيه في نادي الزمالك في الستينات وفي وقت من الأوقات كده وإحنا مثلا أنا عشر أو 11 سنة يمكن أقل كمان أبويا راح يدرب في الإمارات فقعب مثلا حوالي خمس أو ست سنين بيدرب في الإمارات وأمي هي اللي بتربينا فمرحلة اكتشاف إنت بتحب إيه دي كنت كل اللي أنا فاهمه إن أنا بحب الفن يعني بتشد جدا المصرحيات اللي كان بتتعرض على قناة الأولى والتانية بتشد جدا المصرح يعني أمي ما تاخدنا مثلا نروح مصرحية أنا بابقى منبهر بخشبة المصرح وبالسطارة الحمراء وبالكراسي وبالعصايا اللي بتدق التلات دقات قبل في عالم كده ساعة ما بخش المصرح ببقى جوه العالم ده ونسي أي حاجة براه وبفضل مكمل حتى لما بروح وببقى ناين كده عارف انت بتوصل لمرحلة دخلت انت العالم جوه ده العالم بتاعك يومك حلو كده وخلص حلو وبتفضل قعد عليها كتير لكن أنا عايزة بقى ايه أنا مش عارف يعني من وانا صغير ما كنتش عافنا عايزة بقى فنان وحتى بعد ما دخلت عدادي ودخلت السنوي جات المرحلة بقى بتاعت ان أنا عايزة تطلع زابط يا ولدي عارفها دي عارفها هو بابا كان زابط مسلحة وأخوه كان زابط مسلحة وهو كان بالنسبة لابويا الراجل زابط يعني الحياة العسكرية هي اللي بتخليك راجط مسؤول وهي اللي بتخليك ودايما عنده مقارنات بين اللي تربى في حياة العسكرية واللي لأ وأنا بالنسبة لي أنا مش عايزة زعله يعني حاضر يعني مش هحبطك ومش هخايب أملي فيك بس مش هو ده يعني تمام بقدر الرسالة بتاعة الزابط الشرطة وكل حاجة بس مش ميوليوم فلما دخلت أنا حتى أول ما دخلت الكلية أنا قدمت استقالتي أول يوم لا مش يا دخلت الكلية اتقابلت أنا كنت في الاختبارات بتاعة الكلية كنت كل اختبار يعني الناس كلها كل امتحان أنا بروح أشوف بقى اللي متقدمين يبقوا بيدعوا نعدي أنا كل امتحان أروح لهم أقول لها يا رب ما نجح بس بيني وبينها يعني مقولش ده قدام بويا عشان ما يزعلش يعني فألاقي نفسي عديت فأخش في اللي بعده أنجح لحد ما قبلت في الكلية وفيه بيني وبين أمي كده لينك اللي هو إيه هتعمل إيه يعني بما معنام مش هزعله يعني فدخلت الكلية للوهلة الأولى أنا أنا مش شايف نفسي في الحياة دي فيوميها بالليل قلت لهم أنا بقدم استقالتي عايز أقدم استقالتي فقالوا لي ما ينفعش يعني فترة المستجدين 45 يوم دول وانت لازم تقضيهم وبعدين تقرر ولو عايز تقدم استقالتك انت لازم تقعد أول أسبوع لحد أول زيارة من الأهل في المستجدية عشان هما اللي يجوا يستلموك فكاب بالنسبالي بعد شهرين تقريبا الفاترة المستجدين 45 يوم بس هو علشان أبدأ أتناقش معاهم لازم أستنى أسبوع عشان يبقى الأهل بيجوا يزورونا وكده فيبدأ يتكلموا مع أبويا ويستلمني انت مش عايز الموقف ده أصلا وانا الوقت بيعد علي دقيقة بسنة لحد ما أول زيارة جدت فشفت أبويا انهرت من العياط عليها وليه الدين شاحتفى يعني فرحمها الديني كده قال لي بص ما تحكمش على حاجة في أولها أي حاجة في أولها صعبة جرب الـ 45 يوم ولو ملقيتش نفسك مبسوط قدم استقالتك فأنا كملت الـ 45 يوم وبدأت أتعود يعني هو مش مبسوط أو لا هو أنا بدأت خلص بقى لي يا زمائلي وبدأت أخش فيه شوية فبقى فيه تعود مش انبساط بالموضوع بس فيه مش هزعله ومش هخزله وهاجي على نفسها فتحولت من 45 يوم لأربع سنين كلية وبعد الأربع سنين كلية بدأت أشتغل بس أول ما خلصت شؤ بدأت أدور بقى أفاتش عن حتة اللي أنا بحبها اللي هي الفن طب أنا هعمل إيه؟ أنا واحد متخرج من كلية الشرطة هل هروح للناس أقول لهم يا جماعة أنا عايز أمثل ما هي تحكوا يعني ليه؟ إيه المقاومات اللي عندك؟ ما فيش أي أمارة ولا ليه تجارب يعني دايما الناس نسمع أنا ليه مثلا مصرحية في مصرح الجامعة أنا مفيش في مصرح الجامعة حاجة فأول ما تخرجت روح ترايح كلية الإعلام جامعة القاهرة قلت لهم أنا عايز أعمل دراسات عالية فقالوا لي عشان تعمل دراسات عالية أنت لازم أقلندك خبرة سنتين في مجال العلاقات العامة وهو كان فيه ثلاث خاصتات إزاع والتليفزيون وصحافة وعلاقات عامة وإعلام قالوا لي لازم أقلندك إنت عايز تخونش يقولت لهم علاقات عامة وإعلام قالوا لي لازم أقلندك سنتين خبرة في المجال دا وجب لنا شهادة من الجهة اللي إنت فيها إنك اشتغلت إليها فارحت لهم في الأمن المركزي وكت في العملات الخاصة ولطول ما يا جماعة أنا عايز أشتغل في العلقات العامة والأعلان قالوا إن فيش حاجة اسمها كده فيش ملازم بيشتغل كده أنت كنت في العمليات الخاصة أو كنت فيين أصلا آه في العمليات الخاصة أو أنت دخلت جامد بص هو أنا كان قدامي اختيارين أروح أمن عام مباحث وسام وكده أو عمليات خاصة أنا مش حاس أنها تركبتي أن أنا عايز أتعامل مع جمهور في إسم لا أنا ممكن أبقى بتعامل مع مجموعة عساكر في القطاع مقفولة علينا بضربهم بننزل مأموريات يعني حاسب ده أقرب الاحتكاك بالجمهور المحدود فخلصت السنتين وخدت شهادة يعني اشتغلت في العلاقات العامة بالحب مش بالتعيين وخدت شهادة بعد السنتين وروح تقدمت في كلية الإعلام دراسات العالية عدت ثلاث سنين بدرس سنتين دبلومت علاقات عامة وإعلان وسنة دمهيدي ماجستير وأنا كل هدفي أن أنا يبقى معايا ورق بيقول يا جماعة أن أنا في الحتة دي أن حد يسمعك أن حد يسمعك أن أنت عندك أي رفنس عندك أي شهادة أما يقولي أمرتك إيه أقول له أنا دارس يعني فعملت كده وداخل بقى سج رسالة ماجستير سمعت في الراديو وأنا قاعد في بوكس في المطار كنت في خطاع تأمين المطار من أمن صالة صفرة 3 وقاعد أنا كان دايما معايا كده طبعا من سنين الدراسة بتاعت إعلام دي أنا طول الوقت معايا كتوبي في الخدمة بذاكر وطول الوقت معايا كان وقتها ووكمان ما كانش لسه في حاجات جديدة فبس مع الراديو كده لقيت إعلان عايزين موزعين في نجوم مفقم ونجوم مفقم وقتها شادي كانت خاصة كتلقتها أول إذاها خاصة في مصر أنظري للناس كلها رايحة لها بتلعب مزيكة بس لسه فيش برامج مفيش حد بيتكلم فكت واخد انتباهي الناس جدا لقيت الرقم كده اللي بيقولوا اتصل عليه وقلت أنا خاصرين إيه مجرب يعني راحت البيت ورحت اتصل بالرقم قالوا لي قدامك ستين ثانية عشان تقنعنا أنك موزع على طول كده من تصبط يعني IVR كده بيقول أهلا بيت في خدمة قدامك ستين ثانية تقنعنا أنا مش فاكرة قلت إيه قلت بما معناه أن أنا بحب بحب المجال ده وعمل دراسات فيه كنت بقى عايز ألعب بالكارت بتاع الدراسات يعني أول بقى إيه ما الطبيع أه مع الكارنية وحاس أن أنا لو عملت حاجة هعمل حاجة مختلفة هقدم حاجة مختلفة اللي عرفت وقتها أن اللي تقدم للمسابقة دي تلاتين ألف متسابقات فلتروا بالتلاتين ألف لحد ما بقوا تلات تلاف سمعوا مكالمة مكالمة بتلات تلاف واختروا عشرين كنت أنا واحد منهم يعني هراب جدا آآ ماهوب يعني معرفش أو يعني هما شافوا حاجة شافوا حاجة بقى في شخصية اللي بيتكلم شافوا حاجة في نبرة صوت مع أن أنا مش شاف صوتي مميز يعني مش حلق ممكن يبقى مميز عشان نبرة صوتي لكن مفوق مش أسامة مونير يعني كان وقتها بالنسبة لنا أسامة مونير ده الصوت العريض الحنيين يعني فإلى العشرين واحد دول رحنا الإزاعة بدأوا يختاروا العشرين دول يبقوا خمستاشر أنا واحد منهم الخمستاشر بقوا عشر أنا واحد منهم العشر بقوا خمسة الخمسة بقوا أربعة وبقوا ثلاثة وبقوا اثنين أنا واحد منهم لحد ليلة إعلان النتيجة النهائية وبياخدوا واحد وبياخدوا واحد أنا وأنا بعمل الابليكيشن بتاعي عن نجوم مفقام كتبت في المؤهل أنا قلت لو كتبت ظابط ما هو هيرفضوني طبعا فأقوله ومش عايزة أجذب يعني مش عايزة بقى بقول معلومة فكتبت إن أنا معاي لسان سحقوق وأنا دارس في كلية الشرطة حقوق فما بكذبش وفي نفس الوقت مش هقولهم حاجة وفضلت للمسابقة كلها ووقتها عمر أديب كان كان فيه عمر كان قاسي جدا مع المتسابقين أفتقرت دلوقتي كان فيها عمر أديب وأحمد فاهمي ومحمد عبد الغفار وشام أبو طالب أفتقرت وطرق أو الصعود أفتقرت وعمر كان دوره في اللجنة إنه يغلس على المتسابقين بس عمل الحركة معايا في واحدة من مراحل المسابقة إحنا بعد فترة معينة بيطلبوا من كل متسابق يقدم ساعة في الأسبوع فأنا كان ليا ساعة قاعب بعمل برنامج لقيه باب الاستوديو يتفتح ولقيه عمر أديب داخل علي وديكت خضة كبيرة جدا فقلت أنا أكيد عملت حاجة غلط قلت لفظ مش مظبط على الهوى في مصيبة يعني في مصيبة فلقيته راح داخل ووقف قدام المايك قال لي بالنصك أنا فاكر الكلام كلمة كلمة قال لها كنت ماشي على المحور وسمعتك فقررت ألف بعربيتي وارجع على الستوديو لكي يده لائف عشان أطلع معاك وأنا ما قلت يعني تعمدت أقولهم ما حدش بلغك عايز أطلع معاك عشان أقول للناس إن أنت مختلف وإن أنت هو كان عنده دايما مصطلح كده بيقول أنا مش عايز موزيع يقدم لي رز وخضر وكباب حل أنا عايز واحد يفاجئني اللي هو على اعتبار دي أكل الطقل دايما قال لي أنت ما بتعرفش تعمل رز وخضر وكباب حل وأنت مختلف وأنا يعني حقك أن أنا أطلع أقول دا للناس فكان بالنسبالي دي دفعة وشهادة من حد أنا بحترمه جدا وبحبه جدا وأنا لحد الوقت يقول عمر قديب بعض ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل كبير جدا علي جينا بقى ليلة إعلان النتيجة أنا خلاص بكرة وجايلي كده مؤشرات من الناس اللي حواليه إن إيه واضح إن هاي هي المسابكة بالتصويت يعني البوتينج بيال لك آه فيوميها كان عندي خدمة قدامها من الإزعاء التلفزيون فأنا واقف بقى قدام المدرعة تلكنترول نافذ بقى بقى برور لسويب بتاعي ومشمر درعاتي وعمل فيها الشاب اللذيذ وواحد من أعضاء اللجنة دي حمد عبدالغفار طالع عنده اجتماع في مسبيره يا حزك فشفني آه وأنا وقتها بدع يا رب بالأرض تتشاء وتبلاعني يا رب بس طب نرجع خمس دقايق أخش أختي قال لي إيه ده انت مين لسان صحقه عدري طوله بس بقى الحكاية كذا 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 وأنا رقل طولهم ظابط أكيد مش هيقبلوني فخليها بيني وبينك فطبعا الراجل طلع جدع وراح قال لهم فتاني يوم ما كسبتش يعني مع أني أنا قلت له يا جماعة أنا كان بقى لي ثلاث سنين بقى بعمل دراسات العالية بتاعة كلية الإعلام فأنا عارف أوفق معايد شغلي يعني كنت بثبت نفسي شافت معايد بالليل علشان أخلصه وراح نمس ساعتين وأروح الجامعة وأرجع يعني كنت عارف أصبت له قلت له ما قدر أعمل كده فما حصلش نصيب في الدخلية بقى كانوا عارفوا لأن أنا برضو بطلع أتكلم في الراديو وأنا برضو غبائي كان مصور لي أن أنا فاهم بأتكلم في الفرن بقى محدش سمعني طلع يعني الناس كلها عارفة فأنا أقلوني أصوام ده عقاب عقاب بقى أو يعني آن كان بس فكان بالحلم بقى بيروح إلى أن عمر أديب بعدها بسنة قابلني إيه الأخبار قلت له لأ أنا سبت الدخلية كذبت بقى قلت له هي دي العقدة بقى ما سبتش قلت له لأ ده أنا سبت الدخلية فقال لي لقيت عليه للمكتب وقال لي أنا عندي برنامج ساعتين على الهوى كل يوم وده البرنامج الفني الوحيد وأهم برنامج فني موجود في المحطة وعايزك تقدمه وبدأ المشوار من هذا قدمت استقالتك وخلص بقى كذا سبحان الله عمرك وإنت صغير كنت متخيل أن أنت توصل الوضع اللي أنت فيه النهارة ولا أنا صغير ولا أنا كبير إن أنا أوصل لأنا فيه بس كان عندي مصدق حاجة كده مصدق إن أنا هبقى بعمل حاجة مختلفة لكن إيه الأسباب اللي هتوديني لده مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش حاجة تقول ده يعني ولا في طفولتي في حاجة بتقول ولا دراستي في الكلية لكن عندي يقين كده إن أنا ربنا هيودييني الحتة اللي بحبها طيب تكملة برضو ومربوط شوية بالحتة اللي فات السواء اللي فات موضوع الطاقة ده مع الناس عندها حالة النس اللي عندها حالة ردة على وشوهم كده على طلب عندهم طاقة حلوة واسمعها دايما في عادات وإحنا عاديين إن أقرأ مطاقته حلوة زي كده مثلا زي ماجد كده عين نظيف النس اللي بتشوفها وإنت تفاجع عليها في تلفزيون تحس إن طاقتهم جايلك وتحس إن هم برا الكاميرا هم هم جوا الكاميرا ده من الكاميرا معين ناس شو بلانا صعبة جدا شو بلانا صعبة جدا إن إنت عادي جدا إن إنت تتغير وعادي إن إنت تتغير في عوقات فالموضوع نفسه إن إنت تقدر تسيطر على حاجة زي كده صعبة مش حاجة سهلة بتعمل إيه؟ آآ برجع للفكرة الأولانية بتاعة الربنا كده هي الفكرة دي على فكرة لو إنت مصدقها هي لازم تصدقها في الكلام سهل بس أنت لازم تصدقها لو صدقتها مش هيبقى فارق معاك أصل إنت هتتغر ليه؟ ده عادي كلما تروح حتة هتلاقي ناس برافا يا فنان شابة هتلاقي ناس كنت عايزة تتصور معاك والناس كنت بتجملك وقتعفى أنت ممكن وسط الجملة المجاملة دي تصدق نفسك واردعي منشوفها في حاجات كتيرة بتشوف إن مدامي بيقولك كبري أصل المعاصي بتشوف فيه مجوب كبيرة جدا اللي وداها في حتة تانية خالص موضوع تصدقوا نفسه بتحصل يعني في الكورة في الفن في أي حاجة أنا ما بحسهاش موجودة ولو ولو حستني بعملها يعني مثلا أنا بقى أنب نفسي جدا لما بيبقى حد عايز يتصور معايا وأنا لظروف مثلا خارجة عن قراطي بقى بقوله لأ أو ساعات بتبقى أنت في مود نفسي محدش عارف حاجة عن ده وأنا في معظم الأوقات ما بحملش الناس ده يعني هما لونش دعو هو بيشايف حد هو بيحب وعايز يتصور معايا بس ساعات بيحصل إن أنا مش قادر متعصب متخانئ عندي يعني أنا فيه وقعة شهيرة جدا كنت في مراحل مرض أبوي قبل ما يموت الله يرحمه كنت بقول دي المستشفى هو كان ما بيقدرش يمشي فكت أنا سنده وانت كنت ساعتها بقى وردي خلاص تعرفته أوه فواحد دخلين المستشفى أنا سند أبوي وأنا وهو لوحدنا وراح جاي لي واحد قال لي ممكن نتصور وأنا خايف على يعني في حالة فقلت له يعني هعمل إزاي يعني هسيب أبوي مثلا يعني هستأذنك هتطمن عليه وبعدين وبعد ما ميشي قلت طب ما هو كده هيفتكرني تغريت أو فهم أه فهم انت بتجلد نفسك بزيادة بس بيه بينك لا أهو الموقف طبعا يعني الواحد اللي زيب عنده إحساس بس إمتى يختار الوقت وحاجات شبه كده فلا لو القاعدة هي انت مصدق ان ربنا ميديك ويقدر ياخد منك فانت مش يعني الموضوع مش عندك صح والموضوع عنده فما بتجيليش فكرة ان أنا أتعالق وأتغر أو كده حمد لله حمد لله عمرك عايز أقول حاجة بس بيه أنك ذكرت مجد الكدواني عشان هو ليه جملة عظيمة كنت أعب أتكلم معه مرة وقال لي حصلت مواقف عنده في حياته كده قال لي أنا بعد المواقف دي بصيت لربنا ودعيته وقال لي يا رب استخدمني في الشيء اللي انت شايفه ينفع الناس شاب نفسك استخدمني يعني ان انت تطلب من ربنا ان انت ما تبقاش بتاع نفسك انت تبقى بتاعه وهو اللي يخليك عايزك فنان فتبسط الناس تبسط الناس عايزك مهندس فاهم استخدمه جملة عبقرية وقفة مرة بحب مجدك جميل جميل عندك طلب مساعدة راحت لسايكايترس ايكولوجست هميوبيتي اي حاجة طبعا طبعا عايز عارف السبب بس عايز عارف اني فترة في حياتك و اه لا يعني مثلا اخر عشر سنين دول رحت كتير يعني والحد قريب يعني بتجرب حاجات مختلفة او هو هو نفس بيبقى بتبقى ساعات هو انا عندي حاجة كده حس ان انا اخر عشر سنين انا بعيد اكتشاف نفسي اعمال كل شوية اخب بالي من حاجة حاجات حلوة وحاجات وحشة السن فا اه طبعا ايه ده انا ازاي قبل كده ما كنتش بفكر كده وازاي ما كنت شايف كده اه فبيبقى رضي التساؤلات دي يا اما انت تحلها مع نفسك فانت بتفكر برضو في دايرة محدودة في حدود معلوماتك وثقافتك او تلجأ لحد متخصص ممكن ينور لك حاجة ممكن يقول لك انت مشكلتك كزا انت زي ما انت رسا قيل بجلد نفسي يعني انا اول حاجة الراجل قال هالي قال انت عندك شعور دائم بالزنب حاس انت بعودة الزنب ناحية ناس كتير جدا مش المفروض تبقى حاسس بي فلا لحد لحد دلوقتي بروح وتستفيد فعلا حاس ان انت موضوع بيفيدك شخصيا ومهنيا وكل حاجة بتتفاوت حسب الشخص اللي بتكلم معاه وحسب انا يعني قادر استقبل ايه او قادر اعمل ايه في الوقت ده شايف نفسك ناجح الحمد لله نسبة كبيرة غاضي على الحيطة دا اه اه يعني لو انا بقيم المشوار القصير كده اه اخب بالك انا اه من من الازاعة لابو حفيظة ودي محطة مهمة ثم من ابو حفيظة لاني ابدأ امثل بشكلي فلو بنتكلم عن التمثيل بشكل اللي الناس عرفتني فيه وانا فترة لا 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 كل الحاجات اللي عملتها دي في خمس سنين خمس سنين بس خمس سنين دي حاسم معطر من كده من 2017 لدلوقتي ست سنين بس ففيهم اربع او خمس مسلسلات وفيهم ثلاث افلام وفيهم مصرحيتين وفيهم اغاني كتير يعني فيهم حاجات يعني وانا برضو مش الاشخاص اللي بيستسهلوا ودي متعبة جدا ان انا بركز في التفاصيل وبعده اغلس على نفسي وعلى الحوالية فانك تطلع برضو العدد ده في التوقيت ده طبعا انا بعتبره نجاحي الحمد لله عايز لما تبص صوراك كده بعد عمره طويل ان شاء الله تلاقي نفسك سبتي ايه الاقي نفسي الاقي نفسي اثرت في الناس بشكل لذيذ حتى لو كان التأثير ده انه هم الحب اللي كانوا بتفرجوا على المحتوى اللي انا بقدموا ابتسموا او ضحكوا او غاروا جوا او مود والله لو عرفت اقدم فكرة في العمل اللي بقدموا تخلي شخص واحد يفكر فيبقى احسن في حاجة هبقى كذبان وابقى سائب لولادي يعني مسيرة ما يخجلوش منها يبقوا مبسوطين ان ده كان ابوهم يعني وخاصة يعني ان كان مش فاكر بين قال لي المعلومة يعني قال لي انت مستحيل تعرف اي معلومة عن الجد الخامس لك يعني انت اسمك خماسي ايه طويل او ما اعرفش عنه حاجة لاقي الجد الخامس ده انت لا تعرف وكان ساكن فين ولا بيعمل ايه الا اذا كان شخص مؤثر الا اذا كان شخص ساب حاجة فاحب اكون من النزل ان شاء الله ايه اكبر جايزة خدتها كان ايه معناها بالنسبة لك اكبر جايزة خدتها ممكن متبقاش جايزة مادية ممكن تبقى تقدير او او موقف حصل فانا شايف ده جايزة اول اردر نزلته في الازاع كان تغطية لافتتاح فيلم عمارة يعقوبية وكان استاذ عادل الامام واقف في استوديو النحاس قدامه حاجة بتاعة ميد صحفي وقناة تليفزيونية وده كان اول اردر ليه انا جاي بقى من خلفية الزابط للموزيق اه ده كان اول حاجة اول حاجة اول حاجة فقعدت زاحم وخش كده لحد ما وصلت تحت استاذ عادل الامام فعلشان اخذ منه التصريحات او كده كان لازم انزل على رجبتي ومدي ايدي عشان ما اقطعش على الامر القنوات على الكاميرات يعني وحصل لي سنة كده ايه صراع انت هتعمل كده يعني اللي في دماغي ايه حضرة الزابط تنزل على رجبتك ولا ايه فاهم وحسمتها بسرعة جدا ان طالما قررت تبقى موزيع اعمل اللي بيعمله اقل موزيع يعني ما تتكبرش على الشغل وامل خدت التصريح بس ازنت شاعد الامام بعدها ان انا اخد حاجة برايفيت كده بعيدا عن البتاعه وكان لطيف جدا معايا وخدت اللقاء معايا وروحت في الازاعة بقى ديت لهم الماتيريال كان او مرة عاد الامام يطلع في نجومة في ام وام بعدها الكلام ده كان الفين واربعة في الفين وعشرة كنت بعمل وقتها برنامج لابو حفيظة ولقيت التليفون بيرن وقتها شاعد انا كنت عياني كان عندي دور برد مرشح بقى وجسمي مكسر وسخنه بتصور لا كنت في البيت لقيت الرقم بيتصل رديت قال لي ابو حفيظة تلو مين معايا قال لي انا عاد الامام والله العظيم يا شهاد انا خفيت مش بقول كده مبالغة والله عظيم صدقك هو الرشح وقف والله يبصدق وجسمي بقى كوائع مش مكسر وقاعد يقول لي كلام يعني ده بقى بالنسبة لي طبعا اهم مني درع ومن ميت جايزة ومن ميت باديليا كلام مهم وكلام بيقول يعني بيحسسك بانك شيء فاهمك كويس قوي طب فدي بالنسبة لي جايزة جايزة مهمة والبيل بولجلي تها في اسكندرية ايه انا من صغرنا اهل امي كلهم في اسكندرية واسكندرية دي البلد اللى هي المتنفس بتاعنا نروح مرتين في السنة مرة في الصيف ننزل للبحر وبتاعه مرة في الشتة في اجازة نص السنة وأنا دايما اجازة نص السنة مرتبطة عندي بان انا مش عامل الواجب بتاع يعني ده من بنوعد نكربس وكيونية في اخر يومين في الاجازة بتبعيز تعمل كل حاجة فبروح المدرسة بتضرب ان انا ما عملتش الواجب بتاع فهي ذكرياتها كانت ما بين صف وشتة والصف اكتر عشان بس هي بتمثل شي اسكندرية بتمثل عندي شي فمن حوالي سنة كده كنت بعمل اعلان لوحدة من شركات الاتصالات يعني ولقيت في اسكندرية في اكبر بيل بورد موجود لقيت صورة الاعلان ده حد كما نزلها انا ما عمل فوقتها حسيت بجائزة ان البلد اللي انا كنت بروحها وانا طفل صغير ماشي على الكورنيش واناكل درة وانزل البحر فاهم التفاصيل اللي انت مرتبط بالشارع بالكورنيش انا بالمناسبة اسكندرية بالنسبة لي اي حد من اسكندرية ده ايش فعله ان انا احبه اي ان كان هو كويس وحش بيعمل ايه هي ليها مكان عندي فكان يبقى صورتي موجودة في بيل بورد كبير في وسط اسكندرية ومنحظي ان في الصورة دي مش ظهر اي اعلانات تانية فكأن ميسج جايلي بتقول لي انت في مكان حلو كان حلو جربت كم حاجة جربت كم حاجة حسنت جربت حيات كتيرة جربت شغل الزابط وجربت ابقى مزيعة وجربت ابقى ممثل جربت ابقى مؤلفة ملحنة مغنية مش مغنية يعني مؤدي وكان ليها تجربة بقى بس دي اتعلمت منها بعد ما اتخرجنا كده سنتين تلاتة تعرف دايما بيبقى الشباب عندهم فكرة ان انت لازم تعمل بيزنس علشان مرتبك ده مش هيكفيك يعني جنب السؤال الاساسة فقررت انا انا واخويا واثنين صاحبنا نعمل مشروع واحنا الاربعة لا نفقه شيء في التجارة ولا في البيزنس ولا عندنا التالنت يعني فتعب هنعمل ايه يا جماعة قالوا تعالوا نعمل محل خضار وفكة طب يا جماعة يعني الحاجات دي بروسس بتتعامل يعني فيه تجار جملة بنشتري منهم بسعر معين علشان نبيع قطاعي فابقى مكسبنا في الفرق فاحنا خدنا محل في مكان وحش جدا في ممر مداري محدش شايفه مش مثلا مش في شارع رئيسي او حاجة وما عملناش في اي حاجة احنا خدنا المحل دهناه كده وشة نظافة وبدأنا نتناقش بقى عاملين نفسها رجال اعمال وبنوع بمجلس الادارة بتاع مين هينزل سوق العبور يجيب البتاع فلا والله انا عندي شغل اه وانا عندي شغل طب انا عندي شغل فروحت انا قلت لهم طب يا جماعة الفترة الاولانية بس لحد ما البزنس بتاعنا يقوم تعالوا نشتري من بتاع الخضار اللي جنبنا حتى لو بنفس السعر ده احنا بقى هنعمل ايه قلت لهم لا ده احنا هنحرق الاسعار يعني احنا هنشتري من عندك كيلو بجنيه نبيعه بتسعين قرش فالناس تجلنا فالرب يزبون ساعات هنغلي كانت النتيجة ان احنا يوميا يوميا قبل ما نمشي يا جماعة فيه بم يا بايزة يعني تعالوا ناخدها نتبخ احنا عندنا في بيتنا عشان الزبون ييجي بكرة يلاقي الحاجة الصبحة قعدنا كده مثلا شهر هو راس المال كان تقريبا 600 جنيه كله واحد يعني موضوع كله قام ب 2400 جنيه ولا حاجة ومفيش يعني طبعا شهر وما كانش فيه حاجة اه خلاص خلصت كده وتعلمت بقى من التجربة دي ان انا انا مش بزنس من شاطر والمنطقة دي مش بتاعتي ولو هعملها لازم بقى معايا حد فاهم وبقى انا شريك كده يعني بخش بفلوس اه اللي تفهم فيه اعمله اللي ما بتفهمش ما تعملوش اه في طريقك ده كله بقى حد ما توصل انت فيه النهاردة امرك غضبت من ربنا طلبت معايا اه لا مقدرش اقول غضبت بس كان عندي استفسارات يعني انا فاكر كويس في مراحل مرض ابويا ابويا قعب مثلا اربع سنين يعني على السرير ما بتحركش وفي اخر الايام كنت باعدة ابص له كده هو في المستشفى دايم اقول هو اكيد الراجل ده ما عملش زنوب كتيرة قوي كده لو المرض تكفير للزنوب هو عمل ايه يعني يعني ايه الحكمة من المرض يعني يعني لو يعني المرض هيعمل ايه هيكفر زنوب اكيد هو ما عملش هيقعد اربع سنين يكفر زنوب فما كانش غضب قد ما هو كان مش فاهم عايز افهم يعني وبنرجع برضو للفكرة بتاعت انت مصدق في القدر وفي المكتوب وفي اللي ربنا عايزه لك فما بغضبش لكن بيبقى ساعات عندي استفسارات يعني وبالعكس انا بحس ان ربنا كتير جدا بيشاور لك على حاجات عشان تاخد بالك وبيطمنك يعني انا كان عندي في المسلسل المكتوب علي في مشهد كده بتشاور كتير بتاع علامة يا رب هو بيقول علامة يا رب فالبرواز يقع من على الحيطه يقوم قايل علامة يا رب يقوم حطة البرواز مواقع تاني ينزل العربية علامة يا رب يلاقي مكتوب في الراديو بيقول فيلم لف ورجع تاني علامة يا رب اغنية محمد حمائي مبلاش يعني بيبقى قدامنا الحاجات واحنا مش عارفين نفسر السنة كان عندي وقعة شهيرة جدا قريبة حوالي سنة ولا حاجة كان فيه عمل انا يعني مفروض علي مش عايز اعمله وداخليا رفضه ومش مبسوط بي ومش عايز اعمله وحاس ان هو يعني انا مضغوط ولازم اعمله وعندي حاجات تانية بعمله فعمله اقول طب انا هاعتذر عنه ازاي طب انا ايه اللي هيتعامل علشان العمل ده ما يطلعش انا ماشي عشادي بالعربية في الشارع وطافي النور بتاع العربية وعمل افكر في الموضوع ده البرنامج ده هيتعامل ولا مش هيتعامل طب ما انا لو هعمله هبقى مش حبه طب ما مش عارف ايه اسئلة اسئلة ومهمول وشايل هامل وبدون اي مقدمات وبدون اي اسباب لقيت نفسي بفتح نور العربية دين اي سبب ولا اي حاج وانا بفكر فتحته نور العالي اه لقيت نفسي داخل في البلدور اللي هو الرصيف رصيف عالي كده قبلها مثلا انا مش ببالغ يا قبلها بسانيتين يعني لو انا ما كنتش فتحت كنت دخلت في الرصيف ده الله اعلم كان تصرف لا ارادي تماما تماما في جزء من الثانية رحت تعاوج الديركسيون فبعيفا رحت راكل لازم رحت لكن وبصص لربنا وقلت له شكرا وفهمت المسج اللي من ورا اللي حصل ده هو الموضوع مش الحدثة هو الموضوع انت ليه شاغل دماغك انت ليه شكرا الله ليه عمل تقول هعمله ولا مش هعمله ما انا هرتبها لك ده انا خليتك تولع النور قبلها بسانية يعني لو ما كنتش ألهمتك بده الله اعلم انت كنت هتبقى فين دلوقتي حالي بقى انت عرف تعمل العلاقة بالاتنين وهي علامة فعلا هي نور هي فهم الرمزية في الموضوع فهم 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 ان انا بنوّر لها صح فما تعالش تشغل دماغك بقى إلا يتعامل سبها لي وانت بس قعد يسعى واشتغل وما تكسبش احنا نبتكر ان احنا مسيطرين على كل حاجة واحنا اللي بنتحكم في كل حاجة وانت ما عندكش اي تحكم في اي حاجة بقولك اي هو انت مش في الفترة اللي فات دي اكيد جالك كورونا انت بتحس ان انت يعني لا تملك حاجة اه لا حاجة هي لحظات اللي هي بتاع تكسير الجسم اللي انا عايز اقوم اخش الحمام ومش عارف اه عارف اه عارف حس انت مش قادر تعمل اي حاجة قد انت ضعيف قد انت ضعيف طبعا فما تفتكرش ان الموضوع الشطارة قد ما هو ربنا بيكرمك عشان انت بتتعب هاي لو يطلب منك تروح تتكلم في حفلة تخرج وطلبوش منك موضوع معا قالولك اهم حاجة ما يبقاش كلامينش اوكي اتتكلم مع الطلبة اوكي اللي هم هشفوه التخنيع دي بمرحلة جديدة بمرحلة جديدة بمرحلة بتفاهم طبعا مرحلة الجامعة بتبقى عاملة ازاي وبعد كده بقولهم ايه اه هقولهم اه ان فيه ناس كتيرة جدا جدا بتعيش وتموت وهي مش مكتشفة هي بتحب ايه وبيبقى انا ما بحبش اقول كلمة محزوز يعني فيه ناس تقول محزوز اللي بيلاقي الحاجة اللي لا لا ما فيش حاجة اسمها محزوز في حاجة اسمها دور على اللي انت بتحبوه علشان الفرصة بتيجي للي استحقها يعني الفرصة ما بيجيش صدق يعني ما فيش حاجة اسمها صدفة هو انت تعبت هيجي لك بس عشان ما توقعش تتعب في الطريق الغلط لازم تكتشف هو انت بتحب ايه لانك لما هتكتشف ده انت عندك لسه طريق طويل قوي عشان تشتغل على ده فهو المشوار الحياة عموما مهما طول هو قصير فما تضيعش وقت في سكة الغلط يعني اولا اكتشف بعد ما تكتشف اشتغل وبعد ما تشتغل هيقبلك عقبات عديها وبعد ما تعديها هتلاقي ربنا بيكرمك قرم انت مش متخيل وقام انا وانا بسيب الشرطة انا فاكر كويس هرجعلك خطوة قبلها اما كنت بعد اذاكر في الخدمة انا كنت بقى عندي طقوس كده انت باخد معي اباجورة وسلك طويل بوصله مش عارف ايه علشان اعود اذاكر بالليل وكان زمايلي بيعدوا علي يتريق انت عايزت بقى موزيها بقى يا لزيز ومش عارف ايه لا ربنا يوفقك وكنت باخد الكلام ده ان يعني ما بقولوش ما بقولوش خوفا من اكون انا مصدق حاجة غلط بس بيني وبالنفسي طب هبقى وهكون وهبقى جامد ونفس الناس دي اللي بيقابلوني بعدها ويبقوا بيسلموا علي ومبسوطين بايا وانا بقى بسيب الشرطة بسلم العهده بتاعتي وبقى اعمل اخلاق الطرف والحاجات دي فانا فاكر كويس الزابط بتاع الشقون القانونية قال لي انا ممكن اسألك سؤال انا عارف النموح رجعني قال لي وانت هتقبض كام في المكان الجديد اللي انت بايا فقلت له الرقم ايه وهو كان رقم قليل فقال لي انت مش شايف ان ده ريسك قوي ان انت لو قلت لي انك هتقبض عشر اضعاف الرقم ده هقولك ماشي لكن انت تقريبا الرقم اللي بتاخده ده مرة او مرة ونص قد اللي انت بتاخده قلت له اولا هي مش بالرقم هي باللي انا بحبه واللي حسس ان ربنا مديني حاجة فيه فانا مصدقه واوعدك ان انا هيجي لي وقت هبقى باخد عشر اضعاف الرقم ده وهو الزبط ده على اتصال بها دايما وصحاب وكده واول ما خدت عشر اضعاف الرقم ده انا فاكر كويس جيت من بره رحت حاطت الفلوس على السرير ومصورهم وبعيت له الصور وقلت له انا بقى باخد عشر اضعاف الرقم ده فاللي عايز اقوله للشباب والمرحلة اصلا بتاعت التخرج من الجامعة دي بتبقى مرحلة مليانة تخبط وانا مش عارف ان رايح فين وانا بعمل ده صح ولا لا جرب الحاجات اللي وانت بتعملها ما بتحسش بالوقت لان هتبقى دي الحاجة اللي انت بتحبها الحاجة اللي وانت بتعملها تكتشف ان ايه ده ده عد عشر ساعات انا مش واخد بقى انا مطبق بقى لي يوم او بقى لي هي دي الحاجة اللي انت بتحبها لما تلاقيها شوف بقى احسن حد عمل فيها ايه وحاول توصل اكتر منه عشان لما هتعملك يا ربنا هيديك كتير جدا من غير ما تبقى انت عامل حسابك الله ايه اوية لا فاهم حالة الحب اللي انت بتتكرفين دايما بيقولك ايه يعني دايما يقولك فاندوسالف فالناس بتبزل تقولك يعنيها فعلا اصل اعلاقي نفسي ازاي يعني يه اعلاقي نفسي دايما بيقولك عما زي حالة الحب بكون بتحب ودايما بمثل الحب لإحنا انا انت بتحب واحدة مسلا عاоче فساعات بتعود وتتكلمه بالساعات تخلش بالك من الوقت هي بالذبط نفس الحكاية نفس العلاقة بذلك الحاجة اللي بتحبها تبتدي مثلا الساعة واحدة بعد كام من كتر من انت فيه ببس لساعة عشر عبر الليل مش واخد بالك بالوقت اصلا وهي دي ازاي تلاقي فعلا الحاجة اللي انت بتحبها جواز دلوقتي في ايامنا دي مختلف عن زماني العلاقة بين الرجل والست مختلف عن زماني بقى فيه مشاكل كتيرة نسب تطلق زادت عن اللي اول بكتير وده بيقول لك ان فيه اختبار في العلاقة بالنسب تقول لك عمتا زمان كان الساعة اللي اعتموه دلوقتي يبقى اللي اعتموه تاني خالص وده مفهوم جدا وفي حد بيقول لك تاني ان انت الناس اللي بتتجوز دلوقتي بيجوزوا لكل زماني الساعة كانت تتجوز انت بقى لبيتها عدى لبيت دلوقتي الموضوع مختلف الحياة بقت صعبة والاتنين محتاجين يشتغلوا بتعندك ورد وبرد لو جمسة يقالوك ازاي الاختار صح ازاي الاختار الصحة ده قدام يعني بيساعدك كتير اول انت احنا دان بيقول لك ان انت الناس بتتجوز لكل ازباب الغلط شكله حالي واللذيج بتاع خلاص فاهم هي ممكن يبصوا على الاهل اللي تكبرونك بس ما فيش حد قاعد معنا بالذات اهلينا والالين او اللي اهليهم عادوا معهم فاهموهم يعني جواز جواز عبارة عن شراكة شركة كأنه لو انت بعمل شركة مع بعض صح تقول لهم يا عم وضو ده هقولهم زي ما انت قلت كده هو الجواز شركة اي معلح اكتين قد انت مبسوط ومبسوط يعني انت مبسوط وشريكك مبسوط وقد ايه بتحترموا بعض وعندوكوا لغة تفاهم في المشاكل يعني هم مستحيل حد هيعدي سنين جوازه وبين غير مشاكل سواء كبيرة او صغيرة هو اللي بيفرق الناس بتكمل وبيحبوا بعض احنا قد ايه عندنا مساحة ان احنا في اختلافنا نعرف نتفاهم اعرف افهمك وتفهمني لو وصلتوا للحاجتين دول انا عايش عشان اتبسط ولما بتحصل مشكلة بنعرف نتكلم فيها يعني مش عايز اقول هيضمنوا لانه مفيش ضمانات يعني مستحيل هيجي مثلا ان واحد يتقدم لبنتي اقول لها اه هو ده الشخص لا ممكن بعد سنة من الجواز بعد سنتين من الجواز ما يبقاش هو ده الشخص اللي احنا شايفين واي حد بيبقى اولاده دول اغلى حاجة عنده ومش عايز يخليهم يمروا بتجربة مش حلوة فخفنا عليهم دايما ساعات بيخلينا نقول لهم حاجات غلط لا هو انا بالنسبالي اتبسطي او اتبسط ووصلوا لسيغ التفاهم لما ما توصلوش لسيغ التفاهم او تحسوا ان انتم مش مبسوطين بكل احترام امشوا وبالنسبة ده اللي عملنا انا ومامتهم يعني انا ومامتهم اه انا ومامتهم جينا في وقت من الاوقات هيها السيطة كيسا جدا ومن بيت ومتربية وبنت الناس ان احنا وصلنا في مرحلة قولنا احنا مبسوطين ومش مبسوطين وحاولنا ان نبقى مبسوطين ووصلنا الحتة هي تركيبات مختلفة وقالت جدا إحنا نختلف في نص طريق من بقى فيه حتة الاحترام فإحنا حتى لما جينا نمشي مشينا باحترام وبقينا صحاب جدا وبقينا طول الوقت يمكن بقينا صحاب أكتر ما كنا متجاوزين فهي فكرة المساحة المشتركة ولغة التفاهم في الخلاف وإن أنا طول الوقت أعمل الاختبار بتاع أنا مبسوط ولا لا هي هدف الرحلة دي من أولها لأخيرها كده أن أنت تتعلم وتتبسط يعني أنت جاي الدنيا تتعلم وتبقى أحسن وتتبسط عشان لو ما تبسطتش في الرحلة ما هتبقى رحلة بحشة قوي بس موضوع بساطة أنت جدا بس أتمنى أنه يكون بالبساطة دي هي رحلة طويلة وكل شوية أنت بتتغير وهي بتتغير متفرج على حد اسمه هو جودت ده كان الراجل يعني مصري كان بس أنه كان سي أو بتاع جوجل أكس تقريباً الشركة كبيرة بتابعة جوجل فكان بيقول لك على موضوع الجواز ده بيقول لك أنت تقريباً شركة حياتك دي تريد تحبها أكتر من ست مرات تحبيت الأولة بنت صغيرة لما بتتخبه بتظهر شخصية تانية على الاتنين لما بتتجوز بتشهر شخصية تالتة لما بتخلف بتظهر شخصية رابعة لما بتتمد على البيئة بتظهر شخصية خمسة فكل شوية لازم تحب بعض من الأول وجديد طب فهو موضوع تشعلم شوية لو حبيت أن أنت تسمع حد حد بتحب قصته تحب أن هو يكون قاعد مكانك وعنده قصة فعلاً قصة مجاح أو تجربة في الحياة أو تجربة برضو في حد ذاتها قصة طب أحب تشوف مين أحب أشوف عزة فاهمي عزة فاهمي بشوفها يعني قصة نجاح محتاجين نوقف عندها والناس يعني بتاخد الإلهام منها وقد إيه هي بدأت صغيرة بفكرة هي بتحبها حد النهار دا ما بقى عندها فروعة تقريباً في حتاك كتيرة في العالم وبتعمل منتج هي عملا بحب ومصري وشبهنا ومش شبه حاجة تانية وقد إيه هو مختلف ومميز أنا بحب الستي دي جداً وأحب أعود أسمع عنها أكتر أرجوك طيب أنا أحشني وأحفين وأنا الله نفسي لو سألنا أبو حفيزة وسألناها على أزمة اللي حين يعيشها من الأرض وده هو الأسعار والدولار يقول لنا إيه بص منطقة أبو حفيزة دايماً هجومي يعني دايماً هانتقد في الحكومة هانتقد في السياسات بس أنا بحاول أن أنا أنا زي زي كل الناس على اختلاف فيه اللي أغنى مني وفيه اللي أقل مني وأنا الحمد لله مستورة وعارف أعيش الحمد لله أنت ما قدمكش حاجة أنا أعزي ترد عليك بابو حفيزة بابو حفيزة؟ آه طبعاً آه طبعاً آه طبعاً يعني ممكن مثلاً اشتكله كيف خذ وقتك كده وشتكله يعني ممكن مثلاً يبقى بيقول أنا مش عارف الناس ليه يعني بتشتاكل ليه من غلاء الأسعار يعني الأسعار ما الحاجة متاحة يعني أنا حتى يعني منزل أجيب صنية المزبوسة بتاعت زمان والله الكيلو ما بقى بيخلص ما بعرفش يخلص كيلو الأسعار متاحة والعايز يعمل حاجة بيعمالها شكراً لو عاشت بجد أحاولت أستحضره كده لأنه أنا بالك كيل جداً ما حشكش حشني جداً تكرتش ترجعه؟ آه لا هي طول الوقت الفكرة موجودة بس عايز التوقيت المناسب لأن أنا كان التحدي عندي زي ما بقولك إن أنا ما أحبسش نفسي جواه آه فعايز أعمل رصيد كده من الأفلام ومن المسلسلات والحاجات ثم أرجع يعني عايز حاجات معينة في المشوار بتاع السينما تحديداً السينما ونفسي أوظفه في فيلم آه يعني مش في مسلسل ومش برنامج الأفلام بتبقى ليها زاكرة والناس تعطي تتفرج عليها بعد سنين كتيرة فعايز أبقى بقرخ إن الشخصات دي كانت موجودة في وقت من الأوقات آه من خلال فيلم السينما يعني بس محتاج مش دلوقتي مش دلوقتي شوية يعني بس موجود جداً وبحبه جداً وعمري بحبته موته أبداً لأنه آه لأنه قماشة حلوة آه ينفع تستخدمها في حاجات كتيرة فإن شاء الله يبقى في فرصة عمدي فيلم إن شاء الله أكرم مش عرفتنا أنا عارف إن أنت يعني زناعت فوقتك عشان تجيلنا النهاردة حس بس بجد مبسوط بالعادة ديت قوي ومبسوط إن أنا شوفت سايد من أكرم ما شفتهش أبداً آه مش عايزة أقول كلام وجمالات اللي بنقوله في آخر كل لقاء يعني بس هده من اللقاءة الأوليلة اللي أنا حسيتنا بتكلم بطبيعتي وبتكلم مع حد صاحبي مش قدام كاميرات وزي ما أنا موجود النهاردة عشان أحكي مشواري القصير اللي ممكن يعني ناس تستلهم منه حاجة أنا بحييك على مشوارك كمان اللي فيه معافرة وفيه تحديات وفيه تزديق للي إنت بتعمله فربنا يوفقك ومبروك البرنامج وإن شاء الله يعجبك شكراً لكل واحد تكمل معنا للآخر يا رب تكون الحلقة دي سبب إن كل واحد فينا يبتدي يفكر ولو للحظة ربنا خلقنا ليه وعده إحنا مختلفين مهما كنا نبان شبه بعض ربنا خلق كل واحد فينا ومعها داي غير أي حد حرام نعيش من جرمان عرفها ونستفيد منها ونفيد اللي حوالي البرنامج ده اسمه جروتوكس بيقدمه صديقي الموهوب والمعافر المكافح شادي شريف أنا استمتعت جداً جداً في الحلقة وكنت حاس أن أنا بتكلم من قلبي مش في برنامج ومش قدام كاميرا يارب إن شاء الله الحلقة تعجبكو وإنتو كمان تبسطوا بيها واتفرجوا طبعا بقية الحلقات أوعيدكو هتبقى فيها حاجات لزيزة كل سلامت طيبين رمضان كريم وارب كل أيامكو حلو أكرم حسن ترجمة نانسي قنقر